اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحراتكم من جديد اولى جولتنا حصن بابليون اللي بيعد من اعظم الحصون الشهيدة على الحضارة الرومانية اللي قامت في مصر ومن اعظم ايضا القلاع اللي بنتها الامبراطورية الرومانية هكذا كان سقوطه بمثابة انتهاء هذا العصر وبداية العصر الاسلامي زي مننا اشرف مبارك وجولة في هذا الحصن تابعونا هو الاثر الوحيد المتبقي من اعثار الامبراطورية الرومانية في مصر اقوى حصون الديار المصرية انزاك ومنه دخل القائد عمر بن العاص مصر اثناء الفتحة الاسلامية هو حصن بابليون الذي اسسه الامبراطور ترجان احد اباطرة الرومان في بداية القرن الثاني للميلاد احنا موجودين في حصن بابليون الحصن اللي بناء الامبراطور ترجان اللي حاكم الامبراطورية الرومانية من 117 الى 138 ملاتين الحصن كان موقعه قديما بيطل على النيل من ناحة الغربية بشكل مباشر ويطل ويقترب من جبال المؤطة من ناحة الشرقية ادناء وكان بيمتلك حماية طبيعية وبالتالي كان بيتحكم في طرق التجارة البرية والنهرية لذا كفاءة اللي توصطه ما بين شمال وجنوب مصر الحصن يطلق على عدة اسماء او حصن اسمه بابليون نظرا لانه في العصر في عصر الدولة الوسطى في أسرة ناشط تحديدا مايكسون سرت أسر مجموعة من بابل سجانهم في هذا المكان فلقب بابليون وقيل ايضا انه كان بيتسمى بعصر الشم لانه كان كل شهر عند انتقال الشمس من بورجن الاخر يتم اداءة الشموع في القصر للحصن خمسة اضلاع غير منتظمة تدعمها ابراج نصف دائرية ولم يتبقى من مباني الحصن سوى الباب القبلي وبه بورجين كبيرون وبنيت فوقهما كنائس المعلقة وماري جيرجس وابي سرجة وغيرهما احنا هنا موجودين في احد ابراج حصن مبليون وهو البرج الجنوبي والبرج الجنوبي ده اللي تبنت عليه الكنيسة المعلقة هو عبارة عن بورجين واغدين شكل نصف دائري والربط ما بين البرجين دول ببراطيم خشبية وبجزوع من النخل عشان تبني عليها الكنيسة المعلقة احنا في البرج اللي هنحنا وقفين فيه ده الجزء ده اللي موجود فيه الطحونة اللي كان بيستخدمها الجنود الرومان في طحن الحبوب وفي الجانب الاخر هنا فيه فرن صغير كانوا بيحمصوا فيه الحبوب وبعد كده بيتم طحنها بعد الطحن الحبوب دي بيتم تخزينها في مكان لحفظه ولعادة استخدامه تاني للجنود اما في البرج المقابل للبرج ده هو بيوضح فيه الاساسيات اللي بانت علي الكنيسة المعلقة وهي البراطيم الخشبية وبجزوع من النخل ودي طبعا بالنسبة للعلماء وبالنسبة للمهندسين دي تعد معجزة مع مرية ان هي استمرار الكنيسة المعلقة منذ انشاء من اواخر القرن الرابع الى القرن الخامس الميلادي الى الان على الاساسيات البسيطة دي وهي عبارة عن براطيم خشبية وجزوع من النخل وطبعا الارتفاع بيتروح ما بين 13 ليه 17 متر ده ارتفاع ابرق حسن بابليون فطبعا ده كده على ارتفاع عالي جدا تبلغ مساحة الحصن الكلية ما يقرب من النصف كيلو متر لكن المساحة الاصلية وقت بنائه على يد الامبراطور طراجان اختربت من الستين فدانا وتم بنائه باحجار جولبات من البعابد المصرية القديمة فيما استكملت اجزاؤه من الطوب الاحمر حسن بابليون عبارة عن اصوار شهقة الارتفاع بيوجد بها بعض المزاغل وبعض الفتحات اللي هي النوافذ او الشبابيك معظم حسن بابليون كان في الوقت ده بيطل على نهر النيل وظيفته عسكرية بحتة كان بيحتمي فيه الجنود كان موجود فيه الطحونة وفيه فرن موجودة في نفس المكان بتاع الطحونة وفيه مكان لتخزين الاسلحة والغلال طبعا حصل تطوير او حصل فيه تغييرات في الحسن او في الحالة المعمرية والانشاء لها نتيجة لاختلاف الازمنة اللي مرت عليه وبحسب المصادر التاريخية فان الحسن الروماني كان محاطا بمجرى مائي متصل يربط بين البحر الاحمر ونهر النيل والمعروف قديما باسم قناة سيزوستريس التي امر بحفرها الملك سونسيرت الثاني نحو عشرين قرن ولازال هذا المكان الاسري يحتفظ بقيمته الاثرية والتاريخية خاصة وانه كان الحصن المنيع للدولة المصرية بداية من العصر الروماني ومرورا بالعصر المسيحي وانتهاءا بالعصر الاسلامي من حصن بابليون بمصر القديمة اشرف مبارك لبرنامج مراسل النيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة